صباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان عايزين نبدأ يومنا مع حضراتكم النهاردة بالحديث عن مسلسل اختيار الحقيقة هذا المسلسل في الموسم الثالث نجح بشكل كبير جدا بأنه يحجز على إعجاب الناس بكل الفئات العمرية لأن المسلسل ببساطة بيسرد وقائع وحقائق عشناها جميعا بطريقة فنية متقنة وعمل حالة منها للتفاف الوطني الكبير بين كل الناس وليبينتظروا أحداث المسلسل كل حلقة لأنها الحقيقة بتكشف حاجات كثير جدا عشناها وشفناها وأحداث مهمة عدنا بيها وعشنا تدعياتها وتأثرها على حياتنا جميعا مبارح المسلسل عرض تفاصيل وقعة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف على يد هذه الجماعة الإرهابية في لال أحداث قصر الاتحادية الحقيقة أن المشاهد كانت مؤلمة واسترجعنا جميعا مرة تانية حالة الكر والغل اللي كانت موجودة عند تنظيم الإخوان الإرهابي واللي شفناها مبارح في أحداث الاتحادية في الحقيقة دير أنا سعيد جدا أن مسلسل الاختيار مبارح عرض قصة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف الله يرحمه الحسيني أبو ضيف فارس الصحافة ابن الصعيد الذي قتل غدرا خليني كمان أشكر شركة المتحدة للخدمات الألمية على توثيق هذا الحدث والأحداث دي عموما اللي بتشكل وعي حقيق عند الشباب بالإرهاب بأعمال التخريب اللي عملها أو عملتها تنظيم الإخوان الجماعة الإرهابية المحضورة في السنة اللي حاكموا فيها مصر يعني أحداث كتيرة أوي حصلت يا هدير يمكن توثقها يا حاجة مهمة أوي مش بس لنا لإمكاننا عصرنا الفترة دي وإشناها لكن توثيق مهم للأجيال القادمة أيضا صحيح مقاربات وقعية فعلا تخلي الأجيال القادمة تعي وتعلم هذه المرحلة الحارجة من عمر الدولة المصرية بالتأكيد بنشكر الشركة المتحدة على الاهتمام الكبير بكل هذه التفاصيل اللي حدثت في هذه الفترة وخاصة أنه حلقة مبارح كشفت الدور الكبير للصحافة والإعلام اللي وثقوا جرائم حكم الإخوان وعرضوا نفسهم للخطر وكان من بينهم طبعا صعيدي الجدع أبو ضيف الله يرحمه زي ما أنت ما قلت يعني هو حقيقي كان صحفي حر صحفي بيدافع عن الحقوق عن الحريات بألمه بيوثق ده بصور خلينا أقولكم أن الحسيني أبو ضيف قبل اغتياله بالطلق الناري اللي في الراس كان نشر تحقيق التحقيق ده كان بيكشف من خلاله خبايا الجماعة الإخوانية فساد الإخوان بشكل عام وأكاذبهم اللي كانوا بيصدروها كان هو دايما بيفضح ده وقبل اغتياله حذروا صديق لي من النزول أثناء مظاهرات الإخوان لكنه رد عليه رد قاطع وقال له سبها على الله الإخوان مش هيحبسوني في البيت الإخوان مش هيمنعوني من شغلي مش هيمنعوني من لنا أمارس شرف مهنتي كصحفي لازم أصور لازم أوثق إجرامهم في البلد وافضحهم قدام الشعب المصري كله قدام العالم ككل علشان كده تم اغتياله عمدا الاغتيال ده لي عمدا لأنه كان عن طريق قرناصة والطلق الناري اللي أصيب به الحسيني أبو ضيف كان من الطلقات المحرمة دوليا يعني ربنا يرحم طبعا شهيد الوطن الحسيني أبو ضيف لروحه السلام وإن شاء الله منتظرين أحداث تانية كتير أحداث مهمة هيكشف عنها مسلسل الاختيار في نسخته التالتة من أحداث من تجريم حصل على أرض مصر أثناء فترة حكم الجماعة الإرهابية صباح الخير على حضرتكم صباح الخير يا مصر